فجاءوا يجرون للصحابة قال لهم إلا عندكم واحد راقي فاشترطوا عليهم ثلاثين شاتا أو شيء من هذا القبيل فقبلوا قال لهم شوف نرقوا له بصحة تعطونا ثلاثين شات فذهبوا فرقوه بالفاتحة فشفاه الله سبحانه وتعالى فأخذوا الثلاثين شاتا فرجعوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال احنا من قسمهاش حتى نسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كونه القصة قال وما يدريك أنها رقية ثم قال اضريبوا لي معكم سهما يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لهم بهذا الفعل أنه يجوز المشكلين هو التلاعب بالمرضى أمين كان إنساني يعني ذو كذا هذا الراقي الراقي رهي جاهد في سبيل الله إذا كان يراقي يرقب القرآن وينصح الناس واللي ما يصليش يقوله لازمك تصلي والإنسان اللي داي الأخطاء ومخالفة شرعية ينبه فهو يقوم بالدعوة ويقوم بالرقية يوجه الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل انت راقي عندك إمكانيات تعرف القرآن تعرف كذا وخوك مريض وقدرت تنفعه أنفعه وهو ثاني لك أن أعطى لك شيء يعني مقابل كذا ما فيها حتى حرج لماذا لأن هذا الراقي هذا رح يقتطع الوقت التاعو كما طبيب رح يقتطع الوقت التاعو لهذا يتفرغ لهؤلاء المرضى كأن بعض الحالات المستعصية عفوا يبقى معها الراقي مدة طويلة فبالتالي إذا أرد أن يأكل الحلال أنه يرقب القرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما نقوله إحنا لا يستغل الوضع كأن بعض الراقات ربي يهديهم شيء يقول إحنا لا نعمم بعض الراقات يعني يشرطوا أموال باهظة ما حقش عليهم حرام عليهم إحنا الأمور تكون مصر يعني كما هو كما واحد حرفي يعني تيمد لك خطة يقول لك زوجي بلاي يقولوا إحنا رصاص رصاص صحي أو ميكانيسيان أو شيء من هذا القبيل يعني يستغلك الجيب سيارتك يستغلك في أمور استغلال المهم أن لا يستغل بالضبط أن يكون راقي شرعي كن راقي شرعي ويخاف الله وإذا كان أعطيته يعني حاجات ما أعطيته ما أعطيته إذا كان أكرمته بالضبط يعتبر يعني كرم يعانى وتعاون وتعاون ما فيه حتى شيء إن شاء الله برك الله فيه شكرا لك أستاذ عبد الرزاق أبو حنيفة على ما قدمته للمشاهدين من إضاحات وشرح في بعض الأسئلة والتساؤلات والاستفسارات شكرا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وكرم الإصغاء